الموسيقى السعودية والموسيقى العربية تحتاج إلى مرواس يعني تحتاج إلى هذه التقنيات، هذه الفنيات، هذا الاهتمام ويمكن هم شايفين في المملكة أن الأطلاع يجب أن تكون متكملة هناك ضلع آخر اللي هو المواهب السعودية إزاي؟ أن أنا أعمل دائما على أن يكون فيه منصات لتفريخ المواهب السعودية ومن هنا معمول السنادي سعودي آيدل سعودي آيدل، سعودي آيدل معمول السنادي للمواهب السعودية الأصوات اللي في المملكة العربية السعودية عشان يبقى فيه تفريخ دائما وإفراز لهذه المواهب اللي موجودة الفن السعودي ممتد ومتميز وطبعا القامات والأسماء في عالم الغناء السعودي كبيرة سعودي آيدل حيكون من البرامج الهامة جدا وطبعا موجود فيه مجموعة من الفراودة أو لاعبي الهجوم المهمين بنتكلم على أصالة بنتكلم على أحلام ودي مباراة لوحدها يجب متابعتها في سعودي آيدل وطبعا النجم المحبوب الجميل ماجد المهندس وقصيل أبو بكر الفنان العظيم أربعة لجنة تحكيم كبيرة يقف أمامهم المواهب السعودية وقريبا تشوفوا هذه الصورة هي سيادة المستشار وهو بيزور البرنامج المهرجان حي هو جسم حي انتاج تقنيات فنيات مواهب تطلع ليس مجرد أماكن صامتة للإمتاع والترفيه فقط ولكن هي فرصة أنه يبقى فيه نوع من أنواع اكتشاف المواهب وتنمية المواهب ونتابع هذه المعارك سواء بين المتسابقين أو بين لجنة التحكيم هتبقى يعني ساخنة جدا جدا وإن شاء الله حيكون من أنجح البرامج اللي موجودة